غزة هاشم هي من الأراضي المقدسة والأراضي المباركة لأنها أيضا من الباركنا حوله هذه الأرض المباركة ازدادت بركة وشأنا وعلوا بدفن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد هاشم عليه السلام عندما وصل إلى غزة وكان لليهود اليد الطولة في القتل واغتيال كل من يظنون أنه هو النبي العربي الذي سيقضي على هيمنتهم وعلى سطوتهم في الجزيرة العربية هذا الخط الإسرائيلي الذي كان يقتل الأنبياء ويقتل من كانهم بمنزلة الأنبياء واحد منهم السيد هاشم عليه السلام لأنه ظن أنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ظن أن السيد عبد الله عليه السلام هو النبي أيضا مات مسموما ثم بعد ذلك خط الإسرائيلي حاول اغتيال النبي عشرات المرات طبعا هذه الأمور قد تكون مغيبة الدور الإسرائيلي في مواجهة الإسلام في مواجهة الأنبياء على القرآن الكريم ذكر القتلهم الأنبياء ولكن هذا الخط الإسرائيلي كان دائما يواجه هؤلاء الأنبياء والصلحاء عبر التاريخ إلى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر